أريد من حلقة هذا اليوم أن أحفز الهمة كما قلت لإخواني وأخواتي ليستعدوا وقد يسر الله أمورهم وأغناهم من فضله وكرمه ينبغي أن نعطي الأولوية أو الأولية لأداء فريضة الحج وقد أكرمنا الله ومن علينا ووسع علينا ولن نمد أيدينا لأحد لنقترض للحج كلا لا يجوز أن تقترض للحج إن اقترط حجك صحيح نعم العبر بأداء المناسك كما ينبغي ولكنك كلفت نفسك عناء لم يفرضه عليك الإسلام لأن الحج كما قلت وكما قال ربنا الكريم لمن استطاع إليه سبيله والاستطاعة بهذه المناسبة هناك استطاعة مادية واستطاعة بدنية واستطاعة أخرى متعلقة بأمن الطريق نعم لا حج إلا إذا كان الطريق آمنا إلى بيت الله الحرام نعم فإن كانت الصحة على ما يرام والنفقات المادية متوفرة متوفرة لأداء فريضة الحج ثم ماذا ثم متوفرة أيضا لتكفي لتكفي أبنائك تماما لتكفي نفقة أبنائك حتى تعود إليهم حتى تكون مطمئنا على أهل بيتك وأنت تؤدي حق الله الاستطاعة إذا توفرت على هذا الأساس فعلى بركة الله تحرك يا رجل وبادر بادر ما دام الوقت متاحا والصحة والحمد لله على ما يرام والنفقات متوفرة توكل على الله وأنا أقول لك ذلك وقلت لك بادر سيتفق هذا الكلام وتلك المبادرة وهذه النصيحة ستتفق تماما مع ما قاله المالكية والشافعية ما قاله المالكية والأحناف والحنابلة ووافقهم بعض أهل الشافعية وأبو يوسف على وجه الدقة من السادة الأحناف كل هؤلاء يرون أن الحج واجب على التعجيل يعني متى توفرت الاستطاعة بكل أنواعها توكل على الله لا تؤخر ولا تؤجل ولا تسوف ليه لأن البخارية لأن الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما روه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثاً حديثاً قال فيه حديثين اثنين والله حديثين اثنين قال في الأول من أراد الحج فليعجل من أراد الحج فليعجل فقد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة يعني أنت الآن في يصار وغنى أنت الآن ممتع بالعافية الطريق إلى بيت الله الحرام مفتوح وآمن بإذن الله إذن فعلى بركة الله ليه قد يمرض المريض أنت صحيح هذا العام سبحانا الذي يدري كيف فستكون في العام القادم أسأل الله لكم جميعا تماما العافية ولكل حجاج بيت الله الحرام يا رب لكن المستقبل بيد الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله وكل يوم هو في شأن فاستغل أو استثمر الفرصة وتعجل لأنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة يعني أنت في غنى ويسار ووفر من المال هذا العام الله يعلم كيف سيكون شأنك في العام القادم هذا واحد من الحديثين الذين استند استند إليهما الأحناف والحنابل والمالكين الحديث الثاني أو الثاني عجلوا بالحج عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له صحيح فإن أحدكم لا يدري كيف سيكون شأنه في المستقبل هو الآن كما قلت منذ قليل ممتع بالعافية ولديه وفر من المال الله يعلم ماذا سيكون شأنه وحاله في العام القادم أو بعد القادم عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له نقول هذا لكننا لا ننسى لا ننسى السادة الشافعية ومعهم الأوزاعي ومعهم محمد ابن الحسن رضي الله عنهما ومعهم غيرهم قال هؤلاء الأعلام الثقات قالوا الحج واجب النعم ولكن ليس على التعجيل مال عليه على التراخ يعني من أتى بالحج في آخر عمره فقد أدى حجه وأدى فريضته المهم يؤدي قبل أن يموت ترجمة نانسي قنقر